السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي واليوم توقعات برج الاسد توقعات عاطفية يعني قراءة عاطفية لبرج الاسد الشمسي والقمر والطالع ولا تنسوا انها قراءة عامة ومعامة ما قد تنطبق على البعض منكم كليا او جزئيا لذلك خذوا يعني ما ترتاحون اليه من الرسالة وما ينطبق على وضعيتكم وعلى مشاعركم والباقي يعني اتركوه يرحل في السلام فهناك شخص اخر قد يحتاج لهذه الرسالة واخا قد ندير السحب وبعد ذلك قد نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة ولنبدأ نتمنى لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يربي الحبيب لنرى ما هي اه توقعات عزيزي برج الاسد لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الاسد انا احب ان المس الكارت لكي احس بالطاقة هكذا ولنبدأ نتمنى لكم حق سعيد يربي الحبيب بسم الله لنرى ما هي خراءات عزيزي برج الاسد الله لعنى عزيزي برج الاسد انت طاقتك هي التعب واليأس انت يعني اه عيان يعني اه انت متعب وخط عيتي عيتي وعيان يعني انت تحاول الهرب من المصير تحاول من المصير تحاول السيطرة على المشاعر انت تتقول انا لا احبه هو لا يحبني يعني انت لوحدك يعني تفكر هذه الاشياء لكن انت يعني في قلبك يعني في اعماق قلبك تعرف ان هذا ليس صحيح يعني هذا يعني انت تعرف ان هذا الانسان يعني حب حياتك حب حياتك نعم وانت يعني تحاول نسيان هذا الشخص نعم ولدينا من جهة قوة المشاعر قوة المشاعر والتواصل الرحاني بينتكم بينكما هناك تواصل الرحاني قوي جدا ومستمر وهذا من جهة يحرق قلبك يعني الام تحس بالالم بسبب هذا الحب ومن جهة اخر يسعدك تحس بالسعادة لماذا لانك تحبه لانك لا تفقد الامل وتعرف حق المعرفة انه ليس فقط توأم الروح هذا الانسان بل توأم الشعلة نعم يعني هي وضعية اه معقدة نعم لكن هناك حب كبير جدا احنا نتكلم عن توأم الشعلة عزيزي واخا واصل الله 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 على قرض يعني بتلاتة الله الله واخا الله يعني توأم الشعلة بدون شك بدون شك انت عزيزي اه في صراع بين حبك للرحمن للرحمن الرحيم نعم انت في صراع بين حبك للخالق انت انسان طيب وروحاني او محافظ وبين حبك يعني انت في صراع بين يعني حبك لله يعني كتخاف من الله وحبك لتوأم الروح لتوأم الشعلة يعني انت في صراع شديد تريد ارضاء الرحمن لا تريد الاساءة للناس يعني شوفوا على كارت الله انت ملاك الله لا تريد الاساءة للاخرين نحن نتكلم عزيزي عن علاقة ثلاثية لذلك كل هذا الصراع وكل هذه المعاناة ربما هناك زواج واطفال نعم ربما انت مرتبط او هذا الشخص مرتبط ولديه اطفال واخا وانت في صراع شديد يعني بين Young lives يعني بين الله وبين يعني بين السماء وبين الأرض يعني انت يعني انت يعني الروح في السماء تفكر في الخالق تفكر يعني في الخير تفكر في هذه الاشياء يعني في ارضاء الرحمن وهنا في الجانب المادي تريد إرضاء قلبك يعني تحبه بحسن عوانكم والله يكون في عونكم تحبه وتعرف أنه يحبك هذا الشخص يعيش في قلبك في روحك في عقلك في جسدك يعني حب قوي جدا نحن نتكلم عن توأم الشعلة وهذا لا يحدث كل يوم سنتكلم في فيديو عن توأم الشعلة وتوأم الروح يعني هناك فرق هذا الإنسان في قلبك في روحك في عقلك في جسدك يعني مستحيل إخراجه وإبعاده يعني من حياتك بسهولة يعني مستحيل أما هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص يعني هذا الشخص هذا الشخص كان نائم أو يدعي بأنه نائم نعم هو يريد يعني يريد قطع العلاقة التي يتواجد فيها لماذا بهذه الأسباب يعني أنت الله شوفوا هذا يعني هذا يعني الاختيار هذا كنت يعني يجب قطع العلاقة التي فيها التفكير المستمر نشاط مستمر نشاط عقلي يعني نشاط عقلي قوي جدا هذا الإنسان سيجن يفكر يحلم يخطط عقليا حتى أنه يحس يعني بواجع الرأس يبحث يعني عن الحلول يبحث عن الحلول لكن هذه الكرة تتكلم عن تحقيق الأمنية عن أمنيتك وأمنيته نحن يفكر فيك ليلة نهار ليلة نهار ويفكر في يعني البحث عن الحلول الاختيار آآ الصحيح يعني هذا الإنسان مريض مسكين نعم لمتابع قراءة جميلة جميلة قوية بزاف هذا القراءة يعني بزاف ديال ديال طاقات الحب وطاقة يعني طاقة الحب الحقيقي والصافي لكن هناك معاناة كثيرة كثيرة وصمت وأسرار الله يا ربي الحبيب استغفر الله هذا الإنسان استيقظ كما لو رميت يعني بحل لغمتي يعني كيفش كنقوله بحل لغمتي استل ديال ما استل ديال ما بارد ونض يعني هذا الإنسان كما لو رميت يعني كما قمت بتفريغ دلو من الماء البارد وقام استيقظ وهو يتسأل معقول يكون حبيت يا ناس يعني كنت تكلمت باب المصرية معقول يكون حبيت يعني هو يتسأل ويكذب عن نفسه أنت كذلك يعني مثلك لا أنا لا أحب هذا الشخص لكنه يحبه ويتسأل يعني هل أنا أحببت لهذه الدرجة وأني حتى أفكر في طرق حياتي من أجل هذا الشخص يعني هو يعني يعني ليس هناك توازن في حياتي بسبب هذا الحب هو في معاناة كبيرة 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 تعب من إخفاء الأسرار يعني تعب ربما البعض منكم يحبون في السر البعض منكم يعني لديهم يعني البعض منكم عندكم علاقات حميمة يعني تفهمون علاقات حميمة في السر والبعض الآخر يحب في السر أو فقط بالنظارات ويعني بالكلام لكن لو تتكلمون عن حبكم بلعا أشياء أخرى نعم يعني هناك يعني مواقف وضعيات مختلفة في هذه القراءة لعزيزي برج الأسر وخا يعني هذا الإنسان كما قلت عنده نشاط عقلي كبير 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 جدا يعرفه يعني أنه عاجلا أم أجلا عليه اتخاذ القرار يعني بعد هذا التفكير وهذا النوم وهذا عليه يعني اختيار وماذا سيكون اختياره ماذا سيكون اختياره طبعا أنت هذا أنت يعني تحقيق الحلم ما يريده هذا الإنسان يضحي بحياته من أجلك ما تقول له هذا القرد يعني رغم الحب هو يعني بعيد عن حبه يضحي يضحي بحياته لا ينام يعني يفكر الآرق يعني قلة النوم يعني يحلم يعني يفكر بكثرة والسبب هذا يعني هذا التفكير كثرة التفكير وكثرة هذا النشاط العقلي المرضي يعني حتى أنه أحيانا يحس بوجع قويفة يعني برأس وجع الرأس كيف يحرقوا رأسه؟ هذا الإنسان يفكر أنه يستحق يعني أن يعيش معك الاستمتاع معك هذا ما يعني هذا ما يفكره يعني هو يفكر يعني أنه الله شوفوا يعني بداية هو يفكر في النهاية هذه نهاية وقطع واختيار وقرار وهذه بداية حب يعني الله هذا توأم الشعلة يعني حب 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 حقيقي يعني حب يعني سيقوم باللتي التاروت لا يتكلم عن الوقت ماذا سيحدث هذا؟ هذا ما في عقله نعم تاروت ما كيكلناش متى فقط يتكلم عن الطاقات وما في الأفكار والمشاعر واخر هناك هناك طاقة سلبية طاقة سلبية كذلك تؤثر في هذه العلاقة نعم هناك امرأة يعني امرأة صغيرة لا تفقد أربعين طاقتها هوائية هناك طاقة حسد وكراهية من طرف هذه المرأة وهناك طاقة سلبية أخرى لكن امرأة يعني أكبر قدما خمسونة أو أكثر أو ستونة سنة طاقتها يعني طاقتها سلبية وتؤثر على تفكيرك الإيجابي نعم يعني هذا الإنسان يجعلك تفكر أن هذا الإنسان لا يحبك هذه المرأة يعني الكبيرة لكن هي ليست يعني من وراء يعني وراء هي تفعل هذا لحمايتك هذه المرأة لحمايتك فقط لكنها طاقة سلبية وتؤثر فيك يعني تغير تفكيرك وطاقتك الإيجابي فهمتوني هناك امرأتان وحدة صغيرة يعني طاقة سلبية حسد وكراهية والتانية كبيرة نعم خمسين ستين سنة أو أكثر وهي يعني طاقتها سلبية لكن لكن للحماية فقط تريد حمايتك نعم هذا الإنسان في عقله فكرة قطع بداية اختيار الذهب إلى إلى هنا يعني أنت إلى أنت يعني إليك أنت هو يفكر يعني لديه فكرة تتكرر في عقله مرارا وتكرارا هو يفكر 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 أن يأتي يعني فجأة بحلم جنون يخلي كل شيء يترك كل شيء ويأخذك بعيد للعيش معك ويريد ويفكر حتى بالزواج لأنه لا يمكنه تحمل هذه الوضعية السيئة هو يعاني بزاف بزاف مثلك أو أكثر لا يمكنه تحمل هذه الوضعية وهذه الأفكار عزيزي ستتجسد قريبا قريبا التارت لا يقول لك ماتا لكن قريبا يعني يعني كلها يعني طاقة حب قوي وعدم يعني عدم يعني عدم يعني يعني لا يمكنه الاستمرار في هذه الوضعية يريد التغيير لأنه مريض وأنت كذلك لكن طبعا الأشياء يعني في يده هو وخ ربما حتى أنت مرتبط أو متزوج ولديك أطفال أنت عزيزي برج الأسد أو هو وطاقة هذا الحبيب قد تكون طاقة ترابية يعني هو قد يكون عذراء جدي أو ثور أو كذلك طاقة نارية يعني أسد مثلوك قوس أو حمل والطاقة السلبية هي طاقة هوائية وخ يعني ميزان دلو وجوزاء ترجمة نانسي قنقر